ما السبيل ليلتقي المؤتمر بالإصلاح؟ ما السبيل ليلتقي المؤتمر ببقية الأحزاب؟ ما السبيل لنلملم جراحاتنا الوطنية؟ عظيم هي هؤلاء المشكل يعني نزعة التفرد كل طرف من هذه الأطراف والأطراف الجديدة اليوم كل طرف يريد أن يحكم بمفردة ويريد الاحتكار للغلبة وللقوة وللحكم يعني مأساة اليمنيين في اللحظة الراهنة أن اليمني لا يقبل باليمن والحاكم لا يعني يريد أن يكون الإله المطلق ولا يريد قبول بالآخر هي لو أن القيادة في هذه الأطراف في المؤتمر في الإصلاح في الاشتراك في أنصار الله قبلوا ببعض ما وصلناش إلى الكارثة مأساة القتال في اليمن الذي يدور الآن يا صديقي العزيز هو أن كل طرف يريد أن يكون كل شيء ويلغي الآخرين جميعا أما لو قبلوا يتحاوروا لو قبلوا المصالحة يعني المؤتمر والإصلاح كانوا عمليا حزب واحد ومع ذلك اختلفوا وانشقوا على أساس أن يكون كل طرف هو الحاكم بمفردة ولا يقبل بالآخر وهذه المسألة يعني للأسف في حياة الحكم اليمني من ثمانية واربعين الإمام يحيى يعني قاتل ببيت الوزير ببيت المتوكل بكبار المشايخ عندما وصل إلى الحكم وأصبح أولاده كبار قال الحمد لله العيال كبيرة وبدأ يقصي ويهمش القوى التي مكنته من الحكم ولذلك قتل الإمام يحيى هذه المسألة تكررت لدى الإمام أحمد تكررت أيضا لدى حكام خمسة نوف أمبر القاضي عبد الرحمن كان حمامة سلام وقاسم مشترك بين الجميع يعني المشايخ وكبار المشايخ أقصوا القاضي عبد الرحمن ودخلوا في الصراع ومصدر الصراع أنه ربما ثروة البلد المحدودة والقليلة كل واحد يرى أنها الأحق بها وأنها يعني يريد أن يمتلكها كلها بنفسه ويلغي الآخرين الصراع الذي يدور هو صراع لا علاقة له بالوطن ولا بالناس ولا بإرادة الشعب اليمني وإنما هي تقاتل على الحكم وارتهان أيضا للخارج